أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بمناسبة قرب الإعلان عن أسماء الشباب المشاركين في النسخة الثانية من برنامج سفراء الشباب البحريني أن شباب مملكة البحرين خير سفراء لمبادئ وقيم المملكة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية نعم كما أكدت سعادة الوزير أن الشباب البحريني أهل للثقة والمسؤولية التي أوليت لهم في إبراز جهود المملكة الرامية لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات بالإضافة إلى تسليط الضوء على التجارب الشبابية الناجحة والمؤهلة لتكون مشاركة في جهود بناء المستقبل المشرق للمملكة قالت سعادتها أنه عند إطلاق وزارة شؤون الشباب برنامج سفراء الشباب البحريني وضعت له أهدافا نبيلا ليكون منصة شبابية تساهم في تنمية مهارات التواصل بين الشباب البحريني وقرنائهم من مختلف دول العالم فضلا عن الاستثمار في طاقات الشباب لإبراز الوجه الحضاري للمملكة أوضحت الوزيرة بأن البرنامج خرج في نسخته الأولى بنتائج إيجابية من خلال مشاركة السفراء الشباب في عدد من المحافل والفعاليات الشبابية وتمكنوا أثناء مشاركتهم من التواصل مع أقرنائهم الشباب للتحاول وتبادل الخبرات والتجارب والمعرفة وتحسين مهاراتهم وعن إقبال الشباب عن المشاركة في النسخة الثانية عبرت ساعدة وزيرة شؤون الشباب عن ساعدتها برؤية 96 شابا وشابة يتقدمون للمنافسة على ثلاثة مقاعد ليصبحوا سفراء الشباب البحريني ويظهروا ثقة والشجاعة وهم يستعدون لمخاطبتهم من مختلف دول العالم ومحاورتهم في مختلف القضايا المشتركة اشتركوا في القناة